فترة المنصف المرزوقي وقت المشايخ التكفير ومشايخ الإرهاب يعملوا في الندوات في قصر الرئاسة والدعوات وجوه يخطبوا على الشباب فترة هذه كانت دولة بقيادة المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية محمد جبالي رئيس الحكومة علي العريض وزير الداخلية الشهيد محمد براهم يلتقى محمد مرزوقي في يوم التأيير الشهيد محمد براهم يلتقى مرزوقي بالصفاته طبعا رئيس الجمهورية كما حكيت لك أنا أيضا التقيت الباجي قايد السبسي ونحن كنا من معارضي الباجي من اللي كان معه بورقيبة ومعه بن علي مشتوى يعني عارضناه التقاه بصيفته رئيس الدولة وقال له نبهوا من أنه ثم أسلحة داخلة وثم خيمات دعوية حذروا من تخزين السلاح قالوا سلاح هذا إذا ممكن يكون موجود ولا إذا استعمله فسيستعمل ضد فلول النظام الباد هذي كانت الإجابة متاع أي هذي كانت النظام هذا إجابة منصف المرزوق فقط كان فما سلاح مروبش يستعمل مش مشكلة ما تخافوش مسلاح أما رو حتى إذا استعملوه ضد فلول النظام الباد وروح ورجع معناها يعني مش مستاء معناها قولك أنا غسلتي ديع للراجل هذا وكيل داعش في تومس منصف المرزوقي والمنصف المرزوقي أنا محمد بعد لقاء المنصف المرزوقي أرجع وقال لي هذا وكيل داعش في تونس وإحنا هاو تشوفوا فيه سنوات بعد أنشطوا المريبة اليوم واستدعاءوا للأجنبي ضد بلاده وتحريض الجيش والمؤسسات الأمنية ضد بلاده بليل أنه الراجل وكيل داعش وكيل العدو ضد بلاده اللي قاعد يقوم به اليوم الرئيس سابق الدكتور محمد منصف المرزوقي والدعوات ويفترض أنه ما هو يندد بالانقلاب لو كان انقلاب حقيقي يراه في قلب أقدر سجن في تونس على الممارسات اللي مارسها هذية وربما يحال على المحاكم بتهمة الخيانة العظمى لأنه ما تماش أكثر خيانة من استدعاء الأجنبي والاستقوى بالأجنبي ضد بلادك هذه عملوها السوريين ما سموا بالمعارضة السورية اللي خربوا بلادهم وما سموا بالمعارضة العراقية وكل معارضة تستقوى بالأجنبي وتجيب الخارج لبلادها الليبيين وغير ذلك كل من استقوى بالأجنبي واستقوى بالناتو في ليبيا حتى دمرت ليبيا على هذه الشاكل بركة البرهمي معناها اليوم تقول أنه منصف المرزوقي يعتبر قام بخيانة عظمى أنا أرى ذلك أنه قام بخيانة عظمى أستند إلى إلى تصريحاته إحنا معناش حاجة أخرى جبناها ولا عندي أدلة تصريحاته هي دليل خيانة عظمى وأنا لو كانت عندي قدرة أو سلطة نحيله على القضاء الراجل هذا لأنه خاين بلاده سحب الجواز السفر الديبلوماسي لا هو سحب تمت الحديث فيها أنا سمعته في الإعلام لكلام هذا عن سحب هو قال لك أنا مش محتاج لأنا عندي جواز سفر فرنسي دادة ما فهميش كلام رسمي هذي بعض السفحات دولته على أي حال لا يقول كلام هكى عندي هذي طبعا باش نرجعه إلى ازدواج الجنسية أنه يكون رئيس الدولة وعنده جنسيتين ورئيس حكومة عنده جنسيتين ووزير بجنسيتين ونائب شعب بجنسيتين هذي أيضا مسائل يجب أن تراجع تراجع